يبقى دائماً القضية السكانية هي محور القضايا على مستوى الدولة فيما يخص التنمية والتحدي هو تحدي زيادة السكانية والزيادة والنمو الاقتصادي يمكن النهاردة تتصادف أن هذا المؤتمر يعني بعد 30 سنة من المؤتمر الدولي لعقد في القاهرة في 1994 وكان في هذا التوقيت يتكلم عن العدد والحجم يمكن اليوم اختلفت المنظومة لما نتكلم على السكان نتكلم أكثر على الخصائص السكانية من تمكين وأيضاً من حقوق للمواطنين فاللغة اختلفت بعد 30 سنة ولكن التحدي لازال قائب بالنسبة لمصر وهو القضية السكانية التي نزداد بها تقريباً في النمو السكاني أكتر من 3472 يومياً وطبعاً ده كل ده من الجهاز المركز التعبال العامة والإحصاء اللي بيمدنا يوم بيوم بكل الإحصائيات احنا بنزيد حوالي واحد نسمة كل 25 ثانية هنا نقصد بالزيادة وهو الفرق ما بين الموريد والوفيات وبالتالي كل 72 يوم فيه 250 ألف زيادة يمكن الدولة ما وقفتش عند هذا الرقم ساكنة لكن في خلال أيضاً العشر سنوات الماضية ومن خلال دراسة الهرم السكاني وتوقعاتنا على المستقبلية مهم جداً أن احنا نعرف أن زيادة عدد السكان في مرحلة العمل من 15 سنة إلى 64 سنة هو ده المستهدف عندنا لكن مش أي مواطن مواطن المؤهل للعمل الذي استطيع أن ينتج واستطيع أن يكون فاعل في المجتمع وبالتالي الدولة المصرية في الفترة الأخيرة حققت نجاحات في هذا الملف لم ننتهي بعد ولكن حققنا نجاحات في 2023 تبقى للجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء أنه انخفض معدل الزيادة الطبيعية بنسبة 8% مقارنة بعام 22 انخفضنا بحوالي 149 ألف مولود مقارنة بسنة 22 وده مجهود طويل عبر سنوات طويلة تبنتها وده حقق لنا أن لأول مرة نشهد أن معدل الإنجاب الكل في مصر ينخفض إلى 2.5 من 10 بمعنى أن كل سيدة في مرحلة الإنجاب تصل إلى 2 طفل وخمسة من 10 وده يعتبر أول رقم نصل إليه من عبر تاريخ مصر بالكامل لو حضراتكم شايفين من سنة 75 كان 5.3 من 10 نحن بنتكلم على 2.5 من 10 سنة 23 إن شاء الله من خلال المجلس القومي للسكان ومن خلال الخطط البرنامج القومي للتنمية البشرية ومن خلال اهتمام الدولة المصرية في كل قطاعاتها نحن مستهدفين أن نصل إلى 2.1 من 10 على 20.30 وده يحقق معدل الإحلال وده معدل يعتبر جيد جدا إذا استمر المنحنى في الانقفاض وده يخلينا لا نتحدث عن العدد ولكن نتحدث عن الخصائق السكانية نستطيع من خلالها تحسين أحوال المواطن المصر هي التنمية البشرية والقضايا السكانية يعني واجهين لعملة واحدة نستطيع أن نعمل بيهم